اشتركوا في القناة تأكيد على الجهود التي يبدلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الناب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة وحرص سموه على تقديم كافة الخدمات للاعبي منتخبين ومساندة سموه الدائمة لهم في مشوارهم في البطولة كما أشاد سموه بفوز اللاعب الأردني عبد الكريم السلوادي وحصوله على وزن فئة الخفيف وعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره للجهود التي بذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بنشر ثقافة لعبة فنون القتال المختلطة في مملكة البحرين حتى باتت المملكة واجهة حقيقية لتنظيم البطولة بشهادة من الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة الذي أعطى المملكة أفضل تنظيم مشيرا سموه إلى أن أبطال البحرين ضربوا أروع الأمثلة في التألق والبروز ونالوا مراكز متقدمة في تأكيد على المكانة المتميزة التي تحظى بها الرياضة في المملكة من جانبه قدم حسين عياد وعبد الكريم السلوادي جزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على الاستقبال مشيرين إلى أن هذه الحفاوة تعطيهم حافزا كبيرا لمواصلة التألق في الفترة القادمة اشتركوا في القناة